رقما قياسيا جديدا حققته أفغانستان هذا العام لكنه يختلف عن تلك الأرقام التي تسجلها جينيس في أنحاء متفرقة من العالم فقد كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة أن عدد القتلى والجرحى من المدنيين في أفغانستان ارتفع مقارنة مع العام الماضي حيث شهد هذا العام زيادة بنسبة 33% في عدد القتلى والجرحى من الأطفال وزيادة بنسبة 12% في عدد القتلى والجرحى من النساء وازداد عدد القتلى بنسبة 19% بنهاية نوفمبر حيث قتل نحو 3188 مدنيا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخر وحذرت البعثة الأممية تجاوز عدد الضحايا من المدنيين عشرة آلاف شخص بنهاية هذا العام ما سيجعله أكثر الأعوام دموية وكشف التقرير أن سبب الرئيسي للوفيات والإصابات هو القتال بين القوات الأفغانية والجماعات المسلحة والعبوات الناسفة المصنعة يدويا محملا حركة طالبان المسؤولية عن مقتل 75% من المدنيين وفيما تستعد قوات الحلف الأطلسي لسحب قواتها القتالية من أفغانستان بعد نحو 13 عاما من القتال شهدت أعداد القتلى بين صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعا ملحوظا حيث قتل أكثر من 4600 من عناصر الأمن في الأشهر الأولى من 2014 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة